شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين طلب مني بعض الإخوة قبل قليل أن أتحدث كلمات في محضر الإخوة الكرام ثلاث كلمات على نحو الإختصار الكلمة الأولى كلمة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة هي مفتاح سعادة الفرد في الدنيا والآخرة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول في هذا الحديث من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا الإنسان المؤمن يذكر الله ما هو معنى الذكر؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه يفسر الذكر ويقول ولا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله نحن عندما يقال لنا ذكر الله يتبادر إلى ذهننا الذكر اللفظي يقال فلان ذاكر لله تعالى يعني يسبح الله يهلل الله يمدح الله هذا الذكر مرتبة من مراتب الذكر وهو شيء مهم جدا الأفراد الأفراد الذين يداومون على ذكر الله يجدون بركات وخيرات كثيرة في هذه الدنيا قبل الآخرة الإمام الصادق صلوات الله عليه كان من الذين يذكرون الله كثيرا ولكن الإمام يقول لا أعني بالذكر الذكر اللفظي لا أعني سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله وإن كان منه هذا من الذكر ولكن الذكر الذي يعنيه الإمام الصادق صلوات الله عليه ولكن ذكر الله عندما أحل وحرم في حديث آخر هناك كلمة الهم 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 كما يقوله بعض العلماء إذا أنتم رأيتم طائرا يريد أن يطير الطائر يجمع نفسه قبل الطيران لحظة قبل الطيران هذه يقال لها خالة الهم هم هم الطائر بالطيران الإنسان عندما يريد أن يعمل عملا وأوشك على ذلك العمل يعني أراد الإنسان أن يتكلم كلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة بلغت إلى شفتيح يريد أن يتكلم ولكن في هذه الحالة يتذكر الله سبحانه وتعالى على قول المرحوم الجد رحمة الله تعالى عليه كان يقول أو أحد العلماء الآخرين كان يقول أنه أن تلاحظ أن هذه الكلمة فيها جواب عند الله سبحانه أو ما فيها جواب عندما يقال عندما يقال لماذا تكلمت بهذه الكلمة في القبر عندك جواب أو ما عندك جواب ولكن ذكر الله عندما أحلى وحرى الفرد يدخل في البيت الآن هذه من المشاكل العامة قضية الخلافات البيتية أغلب البيوت لعلها تعاني من مشاكل بيتي الرجل مع المرأة المرأة مع الرجل الآب مع الأولاد الرجل يدخل في البيت وإذا به يواجه بموقف يثير أعصابه المرأة المرأة تقول كلمة حادة وهي الظالمة للرجل الرجل عندما يريد أن يجيب في هذه الحالة يحاول أن يتذكر الله سبحانه وتعالى أحد علمائنا الكبار يقال له صاحب الرياض معروف هذا العالم عالم مهم هذا كان عالم وفقيح وإمام جماعة في يوم الأيام لم يحضر إلى صلاة الجماعة المؤمنين انتظروح ما حضار بالليل انتظروح ما حضار بكرة ما حضار قالوا لابد أنه صاحب الرياض السيد علي لابد مريض فذهبوا إلى عيادته قالوا له سيدنا ما حضارت وإحنا نظن أنك مريض قال لا أنا ما بيش قالوا لماذا لم تحضر قال في الواقع أنا شككت في عدالتي أنا شكيت أنه عادل أنا أو مو عادل العدالة مطلوبة من كل واحد مننا واجب على كل فرد مؤمن أن يكون عادل يعني كل واحد مننا يجب أن يكون بشكل اللي يمكن أن يصلي إماما للجماعة يقتدى به هذا من الواجبات الشرعية على كل فرد أن يكون عادلا يعني إحنا لا نظن أن العدالة فقط للعلماء ولأئمة الجماعة لا العدالة مطلوبة من كل واحد مننا قال هذا العالم إنني شككت في بقاء عدالتي وأنا قلت أبقى كم يوم في البيت أستغفر الله سبحانه وتعالى حتى تعود إلي العدالة قالوا له ولماذا ما ظافعت لاحظوا هذه الدقة المؤمن يجب أن يكون الدقيقا في أعماله ذكر الله التي يذكرها الإمام الصادق ولكن ذكر الله عندما أحل وحر قال أنا عندي إمرأة هذه المرأة تؤذيني كثير من الرجال يبتلون بهذه المشكلة هنا يظهر الإمتحان الإلهي كثير من النساء يبتلون بهذه المشكلة هنا يظهر الإمتحان الإلهي قال تؤذيني وتشتمني وأنا لا أرد عليها قبل يوم يومية شتمتني وشتمت آبائي وأجدادي بالجملة يقول أنا تأثرت في لحظة غضب قلت لها كل ما قلتي فهو مردود عليكي هذا هو بعدين بعد ما تكلمت بهذه الكلمة أنا فكرت أنه كيف تكلمت بهذه الكلمة؟ أنا إلي حق إذا شتمتني أن أجتمها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولكن بأي حق أنا شتمت آبائها وأجدادها؟ لأن قال مردود عليكي، هي شتمت آبائي وأجدادي، فمردود عليكي، يعني شتمت آبائها وأجدادها، أنا بعد هذه الكلمة شكيت أن عدالتي بقيت أو ما بقيت، قلت أبقى كم يوم في البيت، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأستغفر الله تعالى، حتى تعود إلي عدالة، المؤمن ينبغي أن يكون هكذا، ليس ينبغي يجب، يعني واجب شرعي على كل واحد مننا أن تكون فيه هذه الحالة، أن ينمي هذه الحالة قبل كل عمل، يفكر أن هذا العمل فيه جواب أو ما فيه جواب، هذه هي الكلمة الأولى، ذكر الله سبحانه وتعالى عندما أحلى وحرى، هذا ينقل في أحوال المجدد الكبير، رحمة الله عليه، ينقل في أحواله أنه عندما كان يشعل عود الكبريت، نحن نشعل عود الكبريت، ثم نلقيه، هذا عندما كان يشعل عود الكبريت، كان يبقيه، وأنا شايف بعض المؤمنين يعملون هذا العمل الآن في هذه الحقر، لماذا؟ لأنه، لاحظوا هذه الدقة وهذا الالتفات، لأنه عندما تشعلون الكبريت، يبقى نصف العود سالمة، هل هذا إسراف أو تبذير أن تلقوا هذا النصف العود؟ أنا ما أقول هذا محرم من الناحية الشرعية، ولكن لاحظوا الدقة حتى إلى هذا الحد، ثم بعد ذلك كان يستفيد من النصف الثاني، مثلاً يشعل النصف الثاني بنار موقدة ويستفيد منها لشيء آخر، الحاج آغى حسين القمي رحمة الله عليه، لعله كثير منكم شايفي، هذا الرجل الذي كان مثال للتقوى والفضيل، عندما الطفل من أطفاله في البيت كان يؤذي، ما كان يقول أضربك، نحن نهدد الطفل، أضربك، ثم بعد ذلك لا نعمل بالتهديد، ولكن كان القمي رحمة الله عليه يقول فلان لا تعمل هذا العمل، محتمل أن أضربك، وبعدي يمكن ما كان يضرب أيضاً، حتى لا تكون هناك شبه للكذب في كلمات، هذه الكلمة الأولى، ذكر الله، الكلمة الثانية، وفيها في كلمات الإمام الصادق صلوات الله عليه، تأكيد كبير، خدمة الإخوان، الإمام الصادق صلوات الله عليه كان في حالة الطواف ومعه رجل، الإمام لاحظ أن رجل خارج المطاف يشير مضمون الرواية، فقال الإمام لهذا الرجل الذي كان معه هل هذا يشير لك؟ قال نعم، إنه يريدني في حاجة، الإمام قال له اقطع الطواف واذهب لقضاء حاجة، خدمة المؤمنين، أكو هناك بعض الأفراد عندهم روح الخدمة، روح الخدمة، روح الخدمة يعني دخلتم في البيت، البيت يحتاج إلى شيء، اعملوا هذا العام، ذهبتم إلى حسينية، الحسينية تحتاج إلى خدمة، قوموا بهذا العام، روح الخدمة، الخدمة مهمة جداً عند الله، ومحبوبة جداً عند الله، أكو في الكتب أنه توفي رجل، فوضعوه في قبره، سألوه ماذا قدمت لهذا اليوم؟ قال كذا، قالوا، 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 كان هذا العمل مشوباً، كلما عدد عملاً، كان فيه إشكاء، إلى أن قال، في يوم من الأيام، يأس هذا الرجل، ما عند عمل، لله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى، ولكني قد غفرت لك، نحن الحمد لله أكثرنا، عندنا وسائل، لكن كثير من الناس، ما عندهم وسائل، كثير من الناس، يرجفون في ليال الشتاء، من الليل إلى الصباح، هؤلاء مو بشر مثلنا، هؤلاء مو إخواننا، كثير من الناس، يموتون من البارد، أفراد يموتون من البارد، وهم بشر مثلنا، الله لا يسألنا عن هؤلاء، كثير من الناس الآن، هم ذهبوا إلى العراق، وزوجاتهم بقين في إيران، لأنه بيت ما عند، ما عند السمن حتى يبني بيت متواضح، هؤلاء مو إخواننا، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول، الله، الله في الفقراء، فأشركوهم في معائشكم، الفقير يكون شريكا، واحد بالمية اجعله للفقراء، عشرة بالمية اجعله للفقراء، شرك، قال لأنك مررت في يوم بارد شديد البرود، أو بارد، فرأيت هرة، من شدة البرد تلتجأ إلى الجدار، فرحمتها، حتى الرحمة للحيوان محبوبة عند الله، فأخذت هذه الهرة، ووضعتها تحت معطفك، وأدفأتها، إني غفرت لك ببركة هذا العمل، الآن جميع بلادنا تحتاج إلى أفراد لهم هذه الروحية، أنا عندما مريت، وفقت، إلى زيارة، العتبات، المشرفات، انطباعي كان عن العراق، غالب مناطق العراق التي مررت بها، أن الأنظمة الظالمة حولت كثير من مدن العراق، هذا الانطباع كان عندي، أنه حولوها إلى قرى، قرية، مو مدينة تعيش في هذا القرن، قرية، ما العهود القديمة، يعني في الواقع الأنظمة الظالمة، دمرت البناء التحتية للعراق، تدمير كامل، من الذي يقوم بخدمة المؤمنين؟ من الذي يقوم بإعادة هذه البناء التحتية؟ أنتم وعمثالكم، خدمة المؤمنين، خدمة الإخوان، هذه قضية مطولة، ما عليّ بها؟ صنائع المعروف جداً مهمة، واحد من الأفراد مجمل القضية، ما عليّ بالتفصيل، واحد من الأفراد قتل أباه، الأب كان راجع إلى البيت بعد الصلاة الصبح، الابن أجي طلب منه شيئاً، الأب قال، ما أقدر، قال، أذبحك، الأب قال، يلا تعال، اذبحني، فجاء وذبح هالشكل، أحد العلماء نقل لي، قال، أنا كنت أتوقع موت هذا الابن، الابن اللي يعق أباه إلى هذه الدرجة، أنه يذبحه، لكن، مرت أعوام، وهذا الابن لم يصبش، في يوم الأيام، قلت له، أنت ماذا تعمل، أكو سر في حياتك، قال، قال، في الواقع، السر في ذلك، أنني، لاحظوا هذه الدقائق، كان هناك بيت للنامل، في بيتنا، النامل كان يخرج، يذهب بحثاً عن قوته، هذا الطريق كان ممار، أهل البيت كانوا يجون ويضعون أقدامهم على النامل، ويقتلونه، لا يرى، أنا فكرت أن أنجي النامل، ففكرت كل يوم صبح، أروح عند بيت النامل، عند الجدار، وأضع عندهم طعاماً، النامل كان يخرج، يرى الطعام حاضر، بعدما يحتاج إلى هذه المسافة الطويلة، يأكل الطعام، ويدخل في بيته، إذا أكو شيء السر في هذا العمل، يعني حتى الرحمة بحيوان لها قيمة عند الله، فكيف بالإنسان؟ الكلمة الأولى ذكر الله، الكلمة الثانية خدمة الإخوان، روح الخدمة، الكلمة الثالثة والأخيرة قضية الآخرة، الآخرة جداً مهم، إن شاء الله الله يطيل أعماركم جميعاً، ولكن نحن في لحظة واحدة ننتهي، فجأة واحد يشوف انتقل من هذا العالم إلى عالم ثاني، العم، حفظه الله، كان يقول أن الفرد، إذا راح إلى ذاك العالم، بعد شارة مائلة، نحن الآن إلنا شارة كل ما فعلنا، حتى إذا واحد قاتل، والعياذ بالله، إهنانا إلى شارة، الزهري، ذاك الرجل المعروف، كان قاتل، قاتل، فقنط من رحمة الله، أنا يدي ملطخة بالدماء، الإمام قال له صلوات الله عليه، لا تقنط من رحمة الله، أكو مجال، إهنانا واحد إلى شارة، إلى طريق، إذا أكو حقوق الناس في ذمته، يتمكن يتخلص منها، إذا أكو حقوق الله في ذمته، يتمكن يتخلص منها، أما إذا حلت تلك اللحظة، إذا جاء أجلهم، لا يستقدمون ساعة، ولا يستأخرون، انتهى بعد، بعد واحد، أي علاج مائل، العم حفظه الله، يقول دعيت إلى صلاة ميت، ميت من الأموات، بالطريق، هذا الرجل نقل لي أن هذا الميت، قبل أيام، كانت له أرض، الحكومة رادت تشتري منه هذه الأرض، بخمسة وعشرين مليون دينار، في الكويت هذه القضية، ولكنه استقل الثمن، قال قليل خمسة وعشرين مليون دينار، وما ضاع، كان ينقل لي عرضاً، في الطريق، العم حفظه الله يقول، ذهبت إلى المغتسل، حتى أصلي صلاة الميت، على هذا الميت، الجنازة جاءت، أنا تقدمت حتى أصلي في هذه الثواني، اجي في بالي هذا الخاطر، هذه الفكرة جاءت، أن هذا الميت، قبل كم يوم، كان يتمكن، يوقع على خمسة وعشرين مليون دينار، الآن ما يتمكن، يوقع على خمسة فلوس، أنت، الآن أنتو، نحن نتمكن، نعمل كل شيء، توقعون، لا توقعون، لكن إذا حلت تلك اللحظة بعد واحد، أي شيء ما يتمكن، في الأحاديث أكو، كن وصية، نفسك، أنت أعمل أعمالك، لا تفكر، الآخرين يعملون أعمالك، إذا واحد هو قلبه، ما يحترق على نفسه، الآخرين قلبهم يحترق على نفسه، قلبهم يحترق على نفسه، قبل فترة، شاب من الشباب، صدمته سيارة، راح في حالة الإغماء، ثلاثة شهر كما نقل لي، كان في حالة إغماء، لا يعني، ثم بعد ذلك، عاد إلى وعيه، نقل ما جرى عليه وهو في حالة الإغماء، هذه من نعم الله علينا، أحياناً نتصل بالعالم الآخر، عبر الرؤية، ما أشفى، قال أنه أنا مت، مت بالفعل، وجرى علي ما كانوا يحدثونني، نحن الآن يقولون لنا أمامكم قاب، أمامكم قيامة، أمامكم كتاب، أمامكم حساب، هاي الأشياء اللي كانوا يحدثونني، كلها أخذتوا أراها، واحد بعد الثاني، يقول إلى أن وصلت إلى هذا الموقف جاءوا بصحائف أعمالي، كلها، نحن كل واحد مننا، في الآية الكريمة، يمكن كل واحد مننا يقول، يا ويلة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أكو في الأحاديث حتى نفخة المرأة تحت القدر، النساء قديماً كانوا ينفخون النار تحت القدر، حتى هذا مكتوب، يقول جاءوا بصحائف أعمالي، وإذا بها كالجبال، 80 عام، يقول ثم جاء هنالك ملك، وضغط هذه الصحائف، ضغطها، وضغطها، وضغطها، حتى تحولت إلى مثل طوق، هذا قديماً لعله كان شيء مو مفهوم، أما الآن مفهوم، هذا علم الآن في الجامعات العالمية، تحويل الأحجام الكبيرة إلى أحجام صغيرة، علم هذا، مكتبة فيها ثلاثة آلاف كتاب يحولوها إلى هذا الحاج تقريباً، يقول فتحول إلى طوق، ثم جاء الملائكة وأخذوا هذا الطوق، ووضعوه في عنق، في الآية الكريمة، وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عنق، طائر يعني الأعمال التي تطير منه، يعني عملها، يقول فشعرت أن هذا الطوق له ثقل الجبال على عنق، الحجم بهذا المقدار، ولكن ثقل الجبال، فوقعت على الأرض من الثقل والهول، فالملائكة نهروني، قم، امشي، يجب أن نأخذك للحساب، يقول فقمت، مشيت خطوة خطوطياً، خطوات، وسقطت، الملائكة جاءوا أنهضوني، يقول أنا في هذه الحالة، وفي حالة الوحش والحيرة، والاضطراب، وَإِذَا بِي أُشَاهِدُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهَ عَلَيْهِ وَسَيِّدَ الشُّهَدَاءَ الْإِمَامَ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَهُمَا يَأْتِيَانِ نَحْوِي، لابد هذا كان مقدم في حياة خدمة، عمل عملاً لأمير المؤمنين، للإمام الحسين، لسيد الشهداء، لأئمة أهل البيت، فجاء الإمامان صلوات الله عليه، قال لأمير المؤمنين، عمرك في الدنيا انتهى، ولكن إذا تحب أنا أتشفع إلى الله سبحانه وتعالى لك في إعادتك إلى الدنيا، قلت إيه سيدي مولاي أنا ما أتحمل هذا الوقت، فتشفع أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عودتي إلى الدنيا، وفتحت عيني ووجدت نفسي في هذا المكان، كل عمل في ذلك العالم بعد مائلة، شارة، الآن واحد يتمكن، واحد يفكر عليه قضاء الصلوات، يقضيها، النبي صلى الله عليه وآله قال لذلك الرجل، اقضي مع كل فريضة فريضة، ويا صلاة الصبح صلي، صلاة الصبح قضاء، ويا الظهر ظهر، ويا العصر عصر، النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام، كان عنده تسع كيلوات حنطة أو شعير، كان متعلق الفقراء مثلا، جاء لها عند النبي صلى الله عليه وآله، لكن ما كان واحد النبي يعطيه، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله، تقول إن النبي صلى الله عليه وآله، بات تلك الليلة قلقا إلى الفجر، لأنه عند تسع كيلوات حنطة أو شعير من حق الناس، عندما الصبح راح إلى المسجد وأعطى هذه الكيلوات، ارتاب، هذا تعليم لنا، واحد الآن كلما أكو في ذمته من الحقوق الإلهية، الحقوق الاجتماعية، إذا واحد ظالم لأولاده، إذا ابن ظالم لوالده، إذا رجل ظالم لزوجته، إذا زوجة ظالمة لزوجها، الآن أكو مجال للتخلص، أما بعدين ماكو مجال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، أحد الأخوة غرق في شط الفرات، كانوا جماعة رايحين في شط الفرات، غرقوا في مكان الماء يسحب الأفراد، وبعضهم ماتوا، واحد منهم نجا، قال أنا عندما وقعت في هذا الماء الدائري الذي يسحب إلى الأسفل، قال عندما وقعت، قبل ما أدخل في لحظة الغيبوبة، رأيت أمامي ضوءاً أخضر، وشفت من أول حياتي في هذا الضوء الأخضر، في ثواني، وما أمرنا إلا واحدة، كلمح بالبصار، كل حياتي شفت في هذا الضوء الأخضر، من أول، ماذا عملت؟ الطاعات اللي عملتها، الصلوات اللي صليتها، المعاصي والعياذ بالله اللي ارتكبتها، إلى هذه اللحظة اللي وقعته في هذا الماء، شفت هذه اللحظة ثم أغمي على، بعدين طلعوا، ودوا إلى المستشفى، وشوفي، الآن موجود، أكو في الأحاديث أن المؤمن عندما، أن الإنسان عندما يوضع في قبره، يأتيه ملك اسمه رومان، يقول له أكتب كل أعمالك، من أول حياتك إلى الآن، فيقول أين قلمي؟ يقول قلمك إصبعك، وأين دواتي؟ يقول دواتك ريقك، وأين ورقي؟ يقول ورقك كفن، فيكتب كل أعماله على كفن، بعد هناك ماكو مجال للإنكار، أو للفرار، الآن واحد بمقدار الإمكان، ينبغي عليه أن يصفي أموره، قالوا لواحد من العلماء، إذا قالوا لك بعد بكرة تموت، بكرة تموت، ماذا تفعل؟ إحنا إذا يقولوا لنا بكرة، انتهاء الحياة، نعلن حالة الطوارئ، نروح، نشوف الأفراد واحد واحد، نستحلهم، نصفي ما علينا، هذا العالم أجاب، إذا قالوا لي بكرة، موتك، ماذا تعمل؟ أعمل الشيء اللي كنت أعمله من قبل، خمسة وعشرين عام، يعني أنا من قبل خمسة وعشرين عام متهيئ للموت، في الأحاديث أكوى الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وقبل الآياتي، أسرج بنور العلم عقلاً نيراً، وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضات، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة